هالو افريون اهلا بكم اعزائي اطلب الثالثة اعدادة في العام الجديد تونتي تونتي فايف الترمي الاول معكم مصر حسني في شرح كتاب المعاصر يونت وان الراوند تاون اللي هي حول المدينة بيج تولف الفوكابلاري عندي بقى كيفوكابلاري المفرد الرئيسية او المهمة في الليسن وان انتو الدرسين الاول والتاني اكواريام بانك بوتينيكال جاردنز خلي باننا ان الكلمة ده مهمة جدا جدا اللي هي الحضائق النباتية بوتينيكال جاردنز لايبري سبورتس سينتا ليك مونيومنت بيسفول ترافيك اسبشالي اسبشالي وطبعا ابنائنا الطراب الرابع عارفين السيمبل الزي او الرموز اللي انه طبعا ده اختصار اولا بترمز ده كلمة نون اللي هي معناها اسبشالي عندي ادجكتب معناها طبعا اختصار لأدجكتب ده صفه ادفيرب اختصار لكلمة ادفيرب اللي هي زرف بعد كده كلمات لسن وان كورنار ستيشن طبعا ابنائنا الطلبة عارفين التى اي اون ده مقطع منطقه شان ستيشن فاكتس ريسترانت دايريكشنز لسعلكم تى اي اون شان دايريكشنز بورو بورويد ده اخي ده على طول في اللي هو فيربي اختصار لكلمة فيربي يعني فاعل وطبعا عشان نضيف له ايدي يبقى ده رجول الفاعل منتظم بدفله في التصفه الثاني في الباست والباست برتصفه التصفه الثاني والتالي بدفله ايدي شوبينج سينتا تيرن تيرند فير باندي نون ده بتيجي فاعل واسم ده وجد طبعا فاعل معناها يتجي ولو جد اسم معناها نون بتبقى دور بلانتس ريونز بلوشان شان بلوشان نيتشر رسيرف طبعا كدما مهمة اللي هي المحمية الطبيعية ايريا سفينكس نيتشرال ادجيكتف صفه فاكت فايل فيليج جراند بارنتس خلي بقى ان الحرف ده صايلاند مش بانطاع جراند بارنتس افنت يوسفل بتكمل بيج ثيرتين اسمائلية the suisse canal بورد سائد ليك تمساح نيتشرال ساينس ميوزيام طبعا كما انت شايف اماكن مشهورة اشكرا الحرف الاول بيكترد في كل كلمة فيها جيزة تصطيف الأفعال غير منتظمة طبعاً كما رأينا في الأول الأفعال المنتظمة كنت أضيف لها D و A D لكن أفعال غير منتظمة أحفظها كما هي تك تك تكن ران 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 سي سيد سيد بيلد 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 هير هير هيرد بعد كده بنيجي لحاجة مهمة التعريفات وده حاجة جديدة بالنسبة لأبناء أنا الطلبة يعني ما كنتش بتاخدها فأولي عدده وتاني عدده أو ما كنتش بتجدك في الامتحان لكن دي عليها سؤال في الامتحان في تالتي عدده وبيجدك سؤال تشوز اختياري بيكون سهل يعني بيجيب لي المصطلح دوعاً وبيجيب لي الكلمة دياً فيه لتشوز في الاختياري فبختار زي ما هتشوف في حلقة التدريبات الخاصة بيونت 1 اكوريم لو متحف الاحياء المائية التعريف بتاعه ممكن ترى اسماك جميلة هناك بانك ممكن انت تستعر والتعين فيه او تحفظ فيه الاموال هناك في البانك بوتينيكال جوردن طبعاً تعريف مهم جداً اللي هي الحضائق النباتية لها عند التو ديفينيشنز تعريفين اتنين ممكن ان ترى الأشجار والنباتات الشيقة والجميلة او تعرفتاني مفتوحة منطقة مفتوحة أو حضرقة كبيرة مفتوحة منطقة مفتوحة حيث العلماء يدرس النباتات مفتوحة والأشجار مفتوحة منطقة مفتوحة وهذا المكان يستطيع ان يزوره الناس مفتوحة المكتبة ممكن ان ترى بوكس في هذا المكان هناك انت ممكن ان تستعر وتقرأ الكتب المركز الرياضي المركز الرياضي يمكن ان تلعب في هذا المكان هناك ممكن ان تلعب كرة طائرة او تنس او اي رياضات اخرى البحيرة هي منطقة كبيرة من الماء ويحيد بها الماء من يومن اللي هي الاسر التاريخي something that people build بقوله شيء الناس بتبني to remember an important person عشان نتذكرهم شخص مهم او حدث مهم وهي من الكلمات المهمة جدا في الديفينيشن التعرفات زي بوتينيكال جوردينز يدين كلمات مهمة اللي هي معناها قوم مسالم او هادئ ترافك لحركة المرور cars, levers and motorbikes that use a road يقوله هي السيارات والعربيات الشحنات الكبيرة والموتسيكولات او الدراجات البخارية اللي بتستخدم الطريق اللي بنسميها ترافك حركة المرور especially more than usual شيء اكثر من المهتد اللي بنقول عليها خصوصا او خاص بعد كده المتنازمات اللفظية هتلاقي ان في عندي تعبيرات بتيجي مع do things do the shopping do the same things do homework بتيجي مع go زي go swimming طبعا نلاحظ ان بعد go بيجي بعدها التعبير او الفيربي اللي عندي في ing give directions give advice بعد كده page 14 صفة 14 بنيجي الحاجة كده عندنا اسمها names and ant names اللي هي المرادف والمضاد طبعا دي هتجيلكوا عليها سؤال مع definitions في الامتحان مع التعريفات وده بيكون سؤال تشوز اختياري كل اللي بيحصل ان هو بيجيب لك كلمة وبيجيب لك الاختيار المرادف او المرادف بتاعها هيكون في نتشوز في الاختيار attractive beautiful طيب اتنين دولار هتلاحظ ان هما السنينين متراضفين جذاب وجميل طب الانتنيم المضاد او opposite كلمة مضاد او مقابل اسمها ant name او opposite طيب مضاد دي كلمة جميل او جذاب هتلاقي unattractive غير جذاب واغلي قبيح نفس الكلام هتلاقي modern new update دول كلهم معناهم جديد او حديث او عصي تبع عكسهم بقى المضاد بتاعهم يكون حاجة قديمة او حاجة قادمة جدا او يسموها عطيق اللي هي كلمة ancient معناها عطيق او قديم جدا old and old انترستنج lovely exciting دي حاجة شكلها جميل تبع عكسها حاجة مملة boring peaceful calm quiet وده من الكلمات المهمة جدا اللي بتجينا في الامتحانات وطبعا كلمة مسالم او هادئ يسوي كلمة calm quiet هادئ وعكسهم بقى حاجة مزعجة او صاخبة نويزي كمان كلمة attractive و beautiful من الكلمات اللي بتجينا في الامتحانات كثيرة famous و unknown popular طبعا مع كده شيء مشهور او معروف عكسها بقى غير معروف او غير مشهور unknown unpopular برو برو طبعا اللي بيستعير او بيستلف معنى ان هو بيأخذ تبع عكسها بقى هو اللي هيسلف او يقرد لن كمان بيجيلي في الامتحان بعد السنانيم والانترن برضو في الاختياري اللي هي suffixes و prefixes اللي هي معناها بادئة حروف بتجي قبل الكلمة فتغير معناها والصافيكس لاحقة حروف بتجي بعد الكلمة فتغير معناها زي ما هنشوف دلوقتي يعني عندي كلمة نتشر طبيعة ده نوان اسم لما هنضف لها al هتتحول لأجيكتف صفة معناها طبيعي يبقى اذا ال al لما بتضف للنون للاسم بتحوله لأجيكتف صفة طبعا هو اللي كل اللي بيجي في الامتحان زي ما هنشوف في حلقة حل الاسئلة ان هو بيجيب لي الاسم كده ويقول لي حدد اللاحقة الصفكس اللي هنضفها له في كلمة نتشرط بتاخد al ده الصفكس اللي يخص به كمان عندي فيه كلمات بتاخد الصفكس او اللاحقة ف يو ال زي كلمة careful helpful peaceful useful يعني مثلا عندي كلمة peace السلام ده نوان اسم لما اضف لها ف يو ال هتتحول عندي الى peaceful اللي بقيت معناها كده اجيكتف صفة معناها اي مسالم او هدا يبقى الف يو ال اللي بتضاف عشان تحول ان نوان الاسم الى اجيكتف صفة او تحول الفيرب زي كلمة الى اجيكتف صفة طيب في عندي بقى صفكس اللاحقة اي او ان بتحول الفيرب الى نون هتحول الفعل الى اسم يلوس ديرك يوجه اي 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 هتحول الفعل الى اجيكتف الى صفة اي 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 بقيت اتراكتف تحول الى اجيكتف صفة معناها جزة طيب ده كلها صفكس اللاحقة طيب نجي ليه البرفكس اللي هي البادئة عند يو ان لما بتيجي قبل الكلمة بتجيب الانت نيم او المضاد يعني كلمة نيتشار طبيعي لو انا ضفت قبلها يو ان قلت ان نيتشار بقيت غير طبيعي يجول معتاد غير معتاد او غير عادي نون معروف ان نون غير معروف طيب نجي بقى ليه نوتس ملاحظات مهمة على الكلمات ريتش طبعا ده هنا فعل معناه يصل والرايف يصل طيب ايه الفرق بينهم اول حاجة يا ريتش لما معناها يصل ما بيجيش بعدها حرف غر مثلا يقول هنا قناة السويس بيتمر من خلال مدينة قبل ان تصل الى البحر طيب هتلاقي هنا ريتش يصل الى اهيا طبعا احنا عددنا هنا اي اس عشان الفعال مفرص لان هذا حقائق علمية كلمة ريتش يصل الى بيصل الى مكان الرايف يصل الى ممكن يصل بسي بدون حرف غر شي اريف دي لات يصل دي هي وسط متأخرة بالامس لكن لو يصل الى وجي بعدها المكان بالحالة هيجي بعدها ات او ان طب ازاي لو جاي بعدها مكان صغير زي القرية والمدينة الصغيرة والمدرسة بس ما اريف دي ات هي اريف دي ات سكول ان تايم هتلاقي هنا اريف دي ات سكول ويصل الى المدرسة لان المدرسة دوان مكان صغير هتكمل بيج 15 عندك صفحة 15 لو يصل الى مكان كبير زي سيتي او دولة او مدينة في الحالة دي بيبقى اسمها ano مكان كبير الى السمدرسة دوان دوان اسم مدينة حتى كان مكان كبير فبقدت اسمها arrive نحن عدد السلماحة في الفيئة مكان طيب نشوف مثال عليها يصل الى العامة ومتأخر كل يوم هذا طبعا تكرار يبقى زمان المدارعة بسيط الفعل المفرد تضيف للفعل اس يبقى كلمة يصل الى get to لها كذا معنى اول معنى تستلم بمعنى منذ لما بيجي بعدها زمن محدد او وقت محدد منذ سنة 2007 احنا عشنا هنا كمان بيجي معنى منذ ويجي بعدها جملة في زمن الماضي البسيط بقول هنا انا ما اتصلتش بلين منذ ان هي غادرت القاهرة هتلاقي هنا سنس جاي بعدها جملة كاملة في زمن الماضي البسيط بعد كده كلمة سنس ممكن تستلم زيها زي بكوز لمعنىها لان بتبين السبب سنس يترافق الزيسلو بقول لان المرور يكون بطي there isn't much below شان لا يوجد تلوث كثير هنا بعد كده كلمة رسيرب بسيرب لا معنايين لو هي جاي فيرب بمعنى زيها زي بك هنا بك فعلي معناي يحجز I'd like to reserve a table for two persons بقول هنا انا اودي انا احجز ترابيزة ليه شخصينتني لكن رسيرب لو جات نون اسم بكون دي معناها محمية the initial reserve بقول هنا المحمية الطبيعية is the most interesting place to visit هي افضل مكان ان انت تزور فكده الفترة بين كلمة peace و peaceful peace ده نون اسم معناها السلام وعكسها طبعا ال opposite او الانطنم المضاد بتاعها war اللي هو الحرب all people don't like wars كل الناس لا يحبون الحروب they'd like to live in peace وما بيحبوا انهم يعيشوا في سلام لكن كلمة peaceful the adjective تفصفة معناها مسالم او هادئ اسمها ليه is a peaceful place to live in اسمها ليه مكان هادئ ان انت تعيش فيه the ham is a peaceful woman الهام تكون امرأة مسالمة she doesn't make troubles هي لا تحدث مشاكل او ما بتصنعش مشاكل بعد كده بنيجي ليه ال idioms وال propositions والexpressions اللي هي حروف الجر والتعبيرات take the second route there are a lot of things to do haftness lessons look like ده تعبير على بعضه كده معناها يشبه it's a good place to وطبعا هنا بيجي بعد الفيرب في ال infinitive والمسلا it's a good place to go to visit مكان جميل او مكان جيد ان انت تزوره او تذهب اليه more than usual come here find out about with beaches around it on the lake compare with let forward for about 20 meters لاحظنا كلمة about هنا اما بيجي بعدها ارقام بيكون معناها حوالي او تقريبا run through on the map بعد كده تلاقي page 18 عندكم صفحة 18 وده خطعة مهمة كترة reading عن مدينة اسماعيلية I am shorif and I live in اسماعيلية بقول انا اسمي الشتفو بعش في الاسماعيلية طبعا احنا عارفين live in يعيش في which is between borders and sides بيقول ان اسماعيلية ده تكون بين مدينة بورسعيد ومدينة السويس وزا ما انا شرحت لكم في حلقة ان كلمة between بيجي بعدها and ما بين مكان ومكان ده السويس كونال runs through the city before it reaches the sea قول ان قناة السويس بتمر من خلال المدينة قبل ان تتصل بالبحر اسماعيلية is beautiful اسماعيلية تكون جميلة there are attractive buildings يوجد فيها مباني جذابة interesting from youomentis واثار شيقة and lots of gardens وكثير من الحضائق around 350 thousand people live here بيقول لي فيه 350 الف من الناس بيعيشوا هنا في الاسماعيلية but since traffic is slow since هنا معناها زي زي because لان بيقول لي هنا لان المرور يكون بطئ في مدينة الاسماعيلية there isn't much pollution لكي لا يوجد تلاوث كثير بتكمل page 19 اسماعيلية is peaceful بلاء اسماعيلية هي مكان هادئ but it is not boring ورغم انها هادئة جدا لكنها ليست مملة there are lots of things to do يوجد حاجات اشياء كثيرة ممكن تعملها here هنا في الاسماعيلية اسبيشالي بصفة خاصة at the weekends في عطلات نهاية الاسبوع on friday after noon بيقول هنا يوم الجمعة بعد الضه i often go to lake تمساح انا اذهب الى بحيرة التمساح which is near the city التي تكون بالقرب من المدينة with my family مع اسرتي it's a beautiful lake with beaches around it ويوجد شواطئ حولها on saturday morning في صباح يوم السابت i have tennis lessons بيكون عندي دروس في التنس وقلت لكم ان كلمة have في زمن مدارة بسيط مع الجمعة في حلقة الجرام at the sports center في المركز الرياضي at 9 am sometimes i go swimming بيقول احيانا انا اذهب الى السباحة in the afternoon بعد الظهر with my friend there are some interesting museums باللي يوجد الكثير من المتاحف الشيقة النسمائلية في المدينة تسمع عليه my favorite is the nature science museum بيقول هنا ان المتحف المفضل عندي هو متحف العلوم الطبيعية because i am interested in animals لان انا اكون مهتمة بالحيوانات interested in معناها مهتمة بي it's a good place to go هي مكان جيد اللي كيتذهب اليه add the weekend في عطلة نهاية الاسبو مع كده عندك page 22 صفحة 22 given directions بيقول هنا الحديث عن اعطاء الاتجاهات لما جاء اسأل عن الاتجاهات السئل واوصف له مكان وده طبعا مهمة في ال speaking جاء في التحدث وفي الدقائرة وفي المحادثات اما اقول له from ويجيب بعدها مكان from here من هنا go straight on about ويجيب مسافة مثلا 5 متر حوالي مسافة 5 متر طبعا بكلمة from هنا يجيب بعدها اي مكان then take the first road او the second road يعني بعد كده بقول له خد الطرق الاول او الطرق التاني مثلا on the right او on the left على اليمين او على اليسا go past يجيب بعدها مكان go past the school مثلا يمشي مروا بالمدرسة and who is بتلوين المساشفة هيبقى اللي تعبر دوان بهنا مكان place and turn and then turn ثم استادر او الدور turn right او turn left استادر ناحية اليسار او ناحية اليمي go past هنا نفس الكلام هيجي مكان go past the school under hospital the مثلا نسأل عن المطعم the restaurant is on the corner المطعم يكون على النصية on the corner on the طبعا طبعا هقول له بعد كده على اليمين او على اليسار on the right او on the left طب جايب لهنا اجزامبل بقى بيوضح الحاجات اللي هوا شرحها لك فؤديا from the station من المحطة go straight on about 100 متر يعني هنا اقول له امشي على طول باستقامة ما تحوتش لمسافة حوالي 100 متر then take the second road ثم اخذ الطرق الثاني on the right اليمين the market is on the left و الماركت هتلاقيه على اليسار بعد كده هتجد page 24 وهذا الجرامر اللانجوج اللي هو الجرامر الخاص ب listen one and two اول حاجة بيذكرك ب propositions of place اللي هي حروف الجرة الخاصة بالمكان in on next to behind in front of راحزة نكس لازم تسترم مع 2 اللي تنحرف الجرة واحد معناه بجانب زي in front of طبعا بيصوى opposite اللي هي مواجه أو مقابل أو أمامه between واشرحت لكم between بيجي بعدها مكان and وبعدها مكان ثاني under above near on the corner على النصية في عندي phrases و متبين direction الاتجاهات turn right turn left go straight on and go past walk past take the first road take the second road يخلط اول او طرق الثاني on the right on the left طبعا نشوف example from the sports center من المركز already go straight on for about 20 متر امشى على طلب الاستقامة لمسافة حوالي 20 متر go past the botanical gardens ومر او مش هتمر بالحضارك النباتية and the aquarium and وهتمر كمان بالاكوريام لو متحف الاحياء المائية and then turn left ثم استردن يا حياة اليساء بقى كده بنجي بقى الحاجة تانية مهمة جدا اللي هي propositions of time حرف الجارة الخاصة بالوقت طيب اول حرف الجارة الخاصة بالوقت اللي هو كلمة at بس اللي مع specific time اللي هو الوقت المحدد انا بتكلم عن ساعة وتوقيت محدد the first lesson begins at 8 o'clock هتلاقي هنا at وبعدها وقت الساعة السامنة كمان بتجي قبل names of meal times قبل اسماء الوجبات I'll meet you at breakfast lunch dinner انا قبلك قبل الغداء او قبل الفطار او قبل العشاء Before holidays and festivals قبل الاجهزات الرسمية والاعياد at Christmas at Thanksgiving في عيد الشكر or في عيد الشكر at Christmas we decorate our tree with silver peels بقول لنا في عدد كريزمس احنا بنزين الشكر بتاعتنا بعد ان تكمل page 25 صفة 25 بنسلم كمان حرف الجارة preposition at to talk about a person's age عشان هتتكلم عن عمر الشخص as point in time كنقطة زمنية هانا left university بقول لها هانا غضرت الجامعة at 22 يعني في سن الاثنين وعشرين at the age of seven في عمر السابعة لين لنتو سويم لين تعلمت انها تعو كمان في عند بقى phrases وكسبريشنز بساعدت عبرت بساعدمها معاية at the moment at dawn at noon at noon at the weekend at night at midday midnight at midday at lunch time بقى ال in حرف الجارة in اللي هو معنى فيه بساعدمها with parts of the day معا او فترات اليوم الرئيسية التلاتة in the morning in the afternoon in the evening في الصباح بعد الظهر في المساء لكن طبعا اوقات اليوم الهيام مش رئيسية لو تفتكر معايا مالذي سائيلو ماهوان كنت بستخدمها معايا at mid night at midday at midday في وقت منتصف الليل في وقت منتصف النهار at lunch time في وقت الغداء at dawn في وقت الفجر at noon في وقت الظهير لكن اوقات اليوم الرئيسية التلاتة اللي هي الصباح والمساء وبعض الظهر morning afternoon and evening بستخدمها مع إن كمان إن بستخدمها مع الفترة الزمنية الكبيرة زي فصول السنة والشهور والسنوات with seasons, months and years spring, summer, winter, autumn طبعا فصول السنة في الربيع في الصيف, في الشتاء في الخلفة هي قبلها حرف الجرئين بستخدم مع الشهور in January, in March, in September في شهر يناير في شهر مارس في شهر سبتمبر مع السنين in 2012 in 1989 in 2000 in 2019 كمان إن بستخدمها مع القرون والفترات التاريخية in the 19th century يقوله في القرونة التسعة عشر in the 1960s دا اسمها العقود العقده بيكون فترة زمنية حوالي عشر سنوات يقوله في فترة الستينيات في إكسبريشنز عند تعبرين التن بستخدمه مع إن أقول in 10 minutes في خلال عشر دقائق in 5 minutes in 2 days في خلال يومين in 3 days في خلال 3 أيام بعد كده باجي الحرف جر on برضو معناها في لكن لها استخدمات معينة أول حاجة before days of the week and dates بستخدمها قبل أيام الأسبوع وقبل التاريخ أقول I'll see you on Tuesday أنا هشوفك في يوم السلساء طبعا on هنا جاي بعدها day the final exam is on june 29 بول هنا اللي متحان النهائي أو الأخير هيكون يوم 29 يونيو طيب هنا الشهر لما جاي بعده تاريخ جاي قبلها on لكن احنا دخلنا من شوية إن لو الشهر الوحدة زي juneori بيجاب لها in لكن لو الشهر دفله تاريخ زي كلمة first الأول second الثاني third الرابع fourth third الثالث fourth أي حاجة زي كده جات بعد الشهر على طول في الحالة ده هيجاب لها on طيب كمان بستخدم on مع special days and occasions مع الأيام والمناسبات الخاصة we are having a party on your dear days بول هنا احنا نعمل حفلة في حفلة في يوم عيد الميلاد يبقى ده يعتبر مناسبة خاصة عشان كده on I'll get money I'll get many presents on my birthday في حفلة عيد الميلاد ده مناسبة خاصة فهيجاب لها on لكن خدنا من شوية لما كون مناسبات أو أجهزات رسمية وأعياد عامة في الحالة ده بيجاب لها لها أجهزة ما أخذنا وآت خرسماس وآت ثينجس جيفنج في عاد الشوق With this phrase مع التعبرة هنستخدم on on holiday on time at sunny summer day في يوم في الصف مشمس on doty on a wall day في يوم دافئ ثانيج بعد كده ثيرتي عندكم صفحة ثلاثين ودلسنز ثلاثين 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 كيف يكبيري المفروضة الرئيسية المهمة exhibition لحظ أن هنا حرف ال H silent مش ناطعته exhibition space لحظ أن حرف السينما بيجي بعده E بنطقها C space ferry valley comfortable لكن طبعا حرف السينما بيجي بعدها E و I و Y بنطقها C لكن لو مجيش بعدها E و I و Y بنطقها C زي comfortable ثلاثين ثلاثين passengers tram transport metro metro map metro station platform paintings objectives travel طبعا هنا ده regular verb فعلي منتظم في التصريف الثاني ضعفت حرف L و ضفت ED و ضفت ED يبقى traveled timetable crosswords floor electric journey stop chat chatted برضو هنا ضعفت حرف T و ضفت ED فعلي منتظم وتجد ينونه verb اسم معنى دردشة تيكست messages engineering workers guard university تكمل page 31 صفحة 31 blue cross railway sydney environment rails central بوندي نجد لي الـ regular verb الأفعال غير منتظم التي أحفظها كما هي leave left left show show حدا يقول هنا تب هنا في الباست في التصريف الثاني ضفت ED و لا أعزك دافع لغير منتظم لان لو انت بسط للباست و لا تصل التصريف تدمش هتغلقي ED set a place where you can catch a train بيقول لي هو المكان اللي انت ممكن فيه تلحق القطر أو تركب القطر from here من هنا أو التعرف الثاني the area in a station بيقول لي هي منطقة في المحطة where you get on or of a train ممكن تركب فيها الكتار أو تنزل منها من الكتار map الخريطة you can use this to follow directions انت ممكن تستخدمها عشان تتبع الاتجاهات exhibition العرض أو المعرض a place where people can go واللي هو المكان اللي الناس بيذهبوا إليه to see paintings, photographs, etc. عشان يرؤوا الصور والرسومات إلى آخر فريق المعدية أو العبارة a form of transport بيقول لي هو شكله من أشكال النقل that carries people or cars across water طبعا الشكل من أشكال النقل دا بيحمل الناس أو السيارات عبر المياه time table اللي هو جدول المواعيد يعني two definitions you can use this ممكن تستخدم جدول المواعيد دول to find عشان تجد when a train or bus leaves عشان تعرف منه معاد اللي هيغادر فيه الكتار أو يصل فيه الكتار أو الوتوبيس طيب التعرف الثاني a list of times بيقول لي هو عبارة عن list أو قائمة من الأوقات or dates أو التوارف that shows بتبين when something will happen هتبين امتى شيء ما سوف يحدث مترو عندي two definitions تعرفين you can use this ولي ممكن تستخدم المترو دول to travel in a city عشان يسافر في مدينة sometimes أحيانا it travels underground وأحيانا هو طبعا بيسافر تحت الأرض من الأنفاء اللي هو المترو and underground railway in a city بيقول لي هو عبارة عن خط سكة حديد بيكون تحت الأرض في المدينة passenger المسافر someone who is traveling on a plane بيقول الشخص اللي بيسافر في الكتار في الطائرة plane train etc في الطائرة أو الكتار إلى آخره and it is not driving it هو طبعا مش بيكون هو اللي بيكون وسيلة المواصلة يعني هو بيكون الراكب مش هو القائد المتلازمات اللفظية take the train take four hours طيب مع follow follow directions follow the rules get get home get back catch catch a train page 32 صفحة نوة ثلاثين عندكم تبدأ ب synonyms and antonyms المرادة في المضاد leave go move طبعا يغادل بسوك المت يذهب أو يتحرك أو ينتقل وعكسها طبعا حد بيصل arrive show display exhibit طبعا عكسهم hide و cover يعني يوضح يوبين عكسهم طبعا يخب أو يغط start begin يبدأ عكسهم ينهي أو ينتهي end finish blue under down طبعا أسفل معناها بحيكون حاجة تحت طبعا عكسها حاجة فوق above prefer like better يفضل طبعا عكسها هيقرأ hate أو dislike usual normal familiar طيب يبدو حاجة مألوفة ومعتادة عكسها بحاجة غير مألوفة unusual abnormal للاحظة أن normal عكسها abnormal لكن usual عكسها unusual يبقى الـ prefix هنا un قبل كلمة usual واب قبل كلمة normal unfamiliar nearest closest معناهم الأكراف طبعا الأبعد comfortable relaxing uncomfortable طبعا برضو هنا un قبل كلمة comfortable هتديني العكس أو المضاد easy to use user friendly سهل للإستخدام طبعا عكسها حاجة صعبة في الإستخدام difficult to use unploating good for the environment الحاجة غير ملوسة تكون جيدة للبيئة طبعا عكسها حاجة ملوسة bloating upstairs the higher floor الطابق الأعلى أو الدور العلوي عكسها الدور softly down stairs بعد كده الصوفيكس و الـ prefix أنا عندي بيف أضف لها m&t هتحاول لنوين معنا طبعا لصيف الشارع ing ونضيفها أيضا للأسماء أو الأفعال عشان تضيف لي تكون لي منها نوين اسم engineer مهندس بقى أضف لها m&g engineering الهندسة paint يدون نضيف لها m&g وطبعا نضيف لها m&g لنضيف لها m&g اللوحات أو الرسومات تحويت من variable noun where variable pleut floating interest interesting boor boring كمان ال-A-B-L-E بضيفها عشان احول النون الاسم الى صفة الاجكتف كونفوت اطفال اي بي اللي بقت كونفوتابول معناها موري بعد كنا بنجلي ال-Platform و-Pavement ال-Platform اللي هو رصيف المحطة او رصيف الكطار The train to us1 leaves from platform 4 بول هنا القطر المتوجه الاسوان هيغادر من الرصيف رقم 4 لكن pavement او sidewalk ده رصيف الشارع People should work on the pavement بيقول الناس ينبغي انهم يمشوا على الرصيف الموجود في الشارع to avoid accidents لجي تجنبوا الحوادث بتكمل page 33 and love like prefer كونه ده معناه يفضل او يحب ويجبعدهم infinitive plus energy فعل ودفة energy او to infinitive وما فيش فرق في المعنى نشوف ايجزامبل I love traveling by train انا احب الصفار بالكتر هتلاقي love جي بعدها traveling I love to travel هنا جي بعدها to infinitive انا احب ان انا اسافر بالكتر هما ليتنا بنفس المعنى لكن الكلمات دي لو جاء بلها would في الحالة دي لازم ان يجي بعدها to infinitive وما ينفعش يجي ing would you like to come to this base exhibition هل انت عايز تيجي لمعرض الفضاء هتلاقي would like اهيان جاء بعدها to infinitive بعد كده عندي الفيرب c اللي هو معناه يارى فعندي بقى 3 صفات بطوقه possible 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 so c الماضي التصفى الثاني والثالث طيب اقول iso hand watering the floor words انا شفت hand بتسقي الظهر هتلاحز هنا ان بعد سوق الobject المفعول وبعدها verb ing لما يجي بعدها verb ing او inventful ing بعد المفعول فنحن نقصد رؤية الحدث في منتصفه ولم نشاهد بدايته انا شفت hand بتروي الظهر لكن ما شفت جزء من الحدث ما شفتش كل الحدث ما شفتش بداية الحدث وهي بدأت ترو لكن لو جاء بعد سوق الobject ما شفت مفعول وبعدين infinitive ده معناه ان شفت الحدث كله من البداية حتى النهاية ايسو hand water the flowers شفت عند تسقي الظهور شفت هنا اه ضي الظهور او الحدث دوا ويبتلو الظهور الحدث كله من البداية الى النهاية نجبقى take طبعا take معناها يأخذ لكن لو جاء بعدها وقته to infinitive معناها يستغرق that journey takes in ten minutes بيقول هنا هزر رحلة بتصارق عشر دقايق ويجي بعدها to infinitive to get to the museum لكي يتصل الى المتحب يبقى get جي بعدها وقت وبعد الوقت to infinitive ببقى معناها يستغرق في الوقت look forward to ده تعبير اكس بشر على بعضه كده يجي بعدها infinitive ing فعله ing او نوين اسم I'm looking forward to seeing you later اتطلع او اشتغل اشوفك مؤخر سالي is looking forward to a weekend بيقول هنا سالي بتشترك الى عطلة نهاية الزبار الخاصة بها جي بعدها هنا نوين it is adjective to infinitive ده تعبير معناها انه من وبيجي بعد it is adjective صفة وبعدين to infinitive امول مثلا it's easy to use انه منها سهلة اداء it is adjective بعدها صفة وبعدين to infinitive انه منها سهلة ان انا استخدم لو انا قلتم منها صعب it's difficult يبقى دائما التعبير دول it's بعدها adjective وبعدين to infinitive ما كان بتيغ لي الexpressions والprepositions حرف قروه تعبرك get a train go upstairs sit at the top it's more fun it's a great way to travel what's special about it the best way too look out of the window by metro travel around the city better for the environment good for across water all parts of the city page 36 صفة 36 وده عبارة عن قطع reading القراءة ولو تلاحظ انا بجيب لك قطع القراءة المهمة اللي بتجينا في الامتحانات سواء في هنشوفها بعكلا من نجاح للأسئلة في السؤال اللي هو بيكون read and complete the text اقرأوا اكمل النص او comprehension قطعة فهم I love traveling by train لسا ايلي انا نفذك بعدها في البقية يعني بيقول هنا انا بحب السفر بالكطار because it is interesting انه بيكون شايك to look out of the window ان انا انظر من النافذة او من الشباك in one journey بيقول لي في رحلة you can see first انت ممكن تشوف المعديات او العبرات crossing the night بتقبل ناهر انه احنا شايفينها كده green valleys وكمان بتعبر peaceful villages والقرة الهادئة and busy cities وبيدعدي كمان على المدن المزدحمة trains are often والهنواء الكطارات تكون غالبا fast and comfortable سريعة ومريحة ايضا ايجبت has the oldest railway مصر فيها اقدم خط سكة حديد in Africa in Africa more than 800 million passengers في اكثر من 80 مليون من المسافرين travel by train in Egypt بيسافروا بيء الكطار في مصر every year on five thousand kilometers of railway لمسافة حوالي 5000 كم من السكة الحديد I take the train بل انا استقلت كطار او اخذت كطار when I visit my grand parenthesis in itfo عندما زرت اجرالي في مدينة اتفو it's my favorite journey وهي رحلتي المفضرة تبا نشوف passage ثانية كطعة ثانية الكثير من النصف الاسكندر بسدوم التروماي أو منسميه الترام to travel around the city لكي يسافروا عبر المدينة it's a great way to travel بيقول هي طريقة عظيمة عشان يسافر بها it's easy to use وسهلها في الاسخدام and it isn't expensive وهي ليست غالية tram's are electric الترومايات بتكون كهرباء أو بتشعب بالكهرباء so they are better for the environment بيكونوا مفيدين للبيئة than other types of transport أكثر من وسائل النقر الأخرى some of the tram's بعض الترومايات in Alexandria are unusual بيتكون غير معتادة شخلها مش معتاد السبب they have two floors بيكون لها طبقين أو درون اثنين I like sitting at the top وأنا بحب أن أعد في الطبق الأعلى في الترام and watching the streets blue أشوف الشوارع أسفل مني بعد كده هتجي page 41 صفحة 41 وإذا بتكلم على language أو grammar الخاص بلسن 3 & 4 الدرسين الثالث والرابع طبعاً بتكلم فاعل the present simple tense زمن المضارع البسيط بيقولها كفتيكر ايه هو زمن المضارع البسيط في حالة الجملة الخبرية المثبتة لو الفاعل i, u, we, they بيجي الفاعل في الانفينيتب أو مصدر الفاعل بدون أي إضافات the maps show how to travel by metro بيقول هنا الخرائط بتبين كيف تسافر بالمتر طبعاً the maps هذا فاعل جمع بيجي الفاعل في الانفينيتب لكن في حالة الفاعل ما يكون مفرد زي هي وشي وإت وأي فاعل مفرد بنجيب الانفينيتب مصدر الفاعل ونضف له s أو e s أو i e s the train usually takes 12 hours from care to as one بيقول الكتار بيستغرق حوالي 12 ساعة من القراءة إلى أسوان that train فاعل مفرد يبقى هنضف للفاعل s الفاعل اسم متك دفنا له s لاحظ بقى أنه بيضاف للفاعل s مع الفاعل المفرد طيب أقول كده the library opens at 830 in the morning بيقول المكتبة بتفتح الساعة 8 ونص صباحاً طيب the library فاعل مفرد في الحلقة دي دفنا للفاعل s لكن امتعد في s لو كان الفاعل مفرد والفاعل بينتهي بs s أو c h أو s h أو o the film finishes at 10-30 بيقول الفاعل هينتهي الساعة 10 ونصر طيب the film فاعل مفرد والفاعل هنا أخر a s h في الحلقة دي 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 ينضف له e s finishes زي go لو الفاعل مفرد اقول he go الفاعل أخر o في الحلقة ضفت للفاعل a s he goes لكن بقى لو الفاعل مفرد لازم أولاً يكون الفاعل مفرد عشان تضف s أو s أو is والفاعل كان أخر y وقبلها حرف ساكن زي كلمة fly يطير هدا أخرها y وقبلها حرف l حرف ساكن في الحلقة دي 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 بنحزة في y وضف مكانها is the eagle النصر flies very high in the sky بيطر علينا في السماء الفاعل مفرد الفاعل أخر y وقبلها حرف ساكن شرط y وضفت is الفاعل أخر s s c h s h o x في الحلقة دي دي مع الفاعل مفرد هندفل الفاعل s بالفاعل أخر حاجة مش من الخمسة دورا ولا ال y وقبلها حرف ساكن في الحلقة دي دي هنضيف s ده بالنسبة ليه تكوين الفيرب في زمن المدارة البسيط في negative statement الجملة لخبارة المنفية لو الفاعل هنجيب don't وبعدها الفيرب في infinitive ولو فاعل مفرد هنجيب doesn't وبعدها الفيرب في infinitive يعني بعد الفاعل اللي هو الفاعل مفرد وفي doesn't في النافي في الحلقة اللي بنحزة في ال s والs والis لانهيك بعدها infinitive زي ما قل i don't get up early on holidays أنا لا أستيكز ما بوكرا في أيام الأجازات طبعا i بتعمل معاملة تجمل في زمن المدارة البسيط جبنا don't وبعدها الفيرب في الفاعل مفرد هنجيب doesn't مش don't she doesn't read طبعا انا عملت ايه شلنا ال s هنا يعني دي الأول هنا ما فيش doesn't كنت هقول she reads وكنا هنضيف للفاعل s لكن doesn't هتحزف ال s or she doesn't read newspapers on Fridays هتكمل page 42 صفحة 42 she doesn't play tennis on Sundays طبعا هتلاحظ هنا ان بعد doesn't شلنا ال s ولك لاحظ تستدم never في صيغة النفي مثل مع عدم حسف ال s من الفاعل مع الفاعل المفرد ماي فاذر never forgets my birthday ابي لا ينسى ابدا نعيد ميلادي في حل السلام never في النفي مش هاحزف ال s قلنا هنا forgets الفاعل مفرد ضفنا الفاعل s لكن اللي دي ان لو هستخدم doesn't كنت هقول my father doesn't forget كنا هنحزف ال s لأن doesn't لازم يجي بعدها الفاعل في ال infinitive بدون s بعد كده بالنسبة ليه السؤال او الاستفهام لو الفاعل مفرد طبعا هنضيف do هنجيب do كفعل مساعد معناه هل في السؤال او does طبعا دي لو الفاعل جمع وبعدها الفاعل مفرد وبعدها الفاعل في ال infinitive يعني بعد does ايضا بنحزف ال s do you speak english هل انت تتحدث الوال انجليزي اي سؤال بيبدأ بدو او بضاس او بفعل مساعد بيكون معناه هل والاجابة yes او no وطبعا دو جاء في السؤال هجبته في الاجابة yes i do you تتحول ل i no i don't طبعا في الاجابة لكن مع الفاعل المفرد does he get up لاحظينا بعد does جاء فاعل مفرد وبعدين في ال infinitive اللي انفرايدز هي انت تتصيكز مبكرا في عام الجمع yes او هو yes he does no he doesn't دست في السؤال يجبت دست فين في الاجابة بس لاحظ في السؤال ان بيجي does وبعدها فاعل مساعد عشان ده سؤال في الاجابة بقى بنحكس بجي الفاعل وبعدين بعدها الفاعل المساعد بعد كده اهو الملحوظة للتوقع عليها ان لازم ان تحذف حرف الاس من الفاعل عنده سؤال بضرس لو السؤال w s w h question السؤال يبدأ بادات الاستفهام في الحالة ده ده هادت الاستفهام وبعدها الفاعل المساعد وكذل ال river بدو او does وبعدها الفاعل دو بيجي بعدها فاعل جمع و does بيجي بعدها فاعل مفرد وبعد كده هيجي بعدهم هما الاثنين ال verb في ال infinitive اللي هو ال min verb او الفاعل الاساسي و time does that rain arrive in Alexander in Aswan بل امتى الوقت اللي بيصر فيه القطار الى اسwan و type of energy ما نوع الطاقة اللي كلها بيعتبر كادات الاستفهام زي و time يجي بعدهم الفاعل المساعد so do or does وبعدها الفاعل وال verb في ال infinitive بعد كده بالنسبة لي استخدام زمن المدارة البسيط طبعا احنا خدنا قبل كده كده انه بيتعبر عن habits وال frequency اللي هي العادات والاحداث المتكررة واستدامه في الحالة مع الظروف التكرار اللي هي always sometimes usually often never I always get up L ولاحظ ان الظروف التكرار دي بتيجي قبل الفاعل الاساسي زي هنا get up we never go to school هتلاقي never get up go ده بالنسبة ليه التكرار بقول هنا انا دائما بالسيكس مبكرا ده هي عادات وتكرار we never go to school ونفرز لحنا نذهب الى المدرسة في ايام الجمعة بتكلم عن تكرار بس طبعا مع استخدام النف يستدم زمن المدارة البسيط للتحدث عن الاحداث او المواقف المرتبطة بجداول مواعيد زمنية سابتة اللي بقول عليها time table او tomorrow morning بقول الكتار بخاصة اللي انا هركبه هاي بكرة هيصل الساعة كام سبعة وخمساشر دقيقة طيب انا بتكلم هنا على المستقبل غدا في الصباح ومع ذلك استلمت زمن المدارة البسيط لانه دي مواعيد سابتة والفعل مفضفة للفعل اس The match starts at 9 pm نكست فرايدي بقول اليوم الجمعة القادمة رغم اننا بتكلم عن مستقبل المباراة تبدأ الساعة 9 لمواعيد سابتة ومتحددة في الحالة الفعل مفضفة للفعل اس لاحظ ان في افعال معينة بس هديث عن المواعيد السابتة لانا بس هديث مع زمن المدارة البسيط close open start end leave finish arrive take off land land راحز ان الكلمة تندول بس هديث مع الطائرة take off معناها يقلع و land هنا مش اسم مش نول لكنها فعلا معناها يهبط مع الطائرة beach 47 عندكم صفحة 47 lessons 5 & 6 الدرسين الخامس والسابس كيف فوقابلاري jewelry puttery century wild indoors suggestion outdoors gardener الوكابلاري respond طبعا ده regular verb فعل منتظم بضفل ايدي في التصريف الثاني والتالت disagree طبعا فعل منتظم طبعا ايه ماذا هنضيف ده في تصريف الثاني والتصريف الثاني والتكيمة طبعا عنده لقب اللي كان بيحكم مصلوة الخداوي Online Ready Invitation Nearby Invite صفحة 8 وأربعي مدة حوائلية 100 عام داخل المبنى داخل المبنى اللي هي الأواني الفقرية Puts أواني Plates Cups فناجين أطباك اتسترا الاخر That are made of clay بتكون مصنوعة من الفخار جواري المغوهرات Pretty things أشياء جميلة That people wear Such as ringes or necklaces الناس بتلبسها زي الخواتم والعوت بعد كده regular verbs الفعالية المنتظمة Meet up Meet up Meet up Bring Brought Brought Break Broke Broken بعد كده الموتراليزمات اللفظية التابعة في سلمها مع Make Make a decision Make a suggestion Make a plan Make lunch Make sure مع Do Do wake Do something Do spotis Do an activity بعد كده السننيمز والأنتنيمز Outside أو الدور اللي تنمع عنهم في الخارج مع تبع عكسهم في الداخل Inside Indoor بس لاحظ حاجة مهمة جدا Outside و outdoor كل ده مش فيها S لذلك المضاد بتاعهم inside و indoor ما فيهاش X ما فيهاش S لكن لو جاب S في الآخر هيكون outdoors outside طيب outdoors ما فيها S يبقى هيكون المضاد بتاعها هيكون في S indoors في الخارج و في الداخل Politely Kindly Nicely طبعا كلهم بشركة مهزبة و بشركة لطيفة طبعا عكسها بشركة مهزبة Impolitely يبقى الأيام هنا suffix هنا prefix بادئة بضفع عشان تديني opposite المضاد remember memorize forget agree accept allow طبعا الدول المعنون يوافق أو يسمح وعكسها هيرفض disagree refuse بعد كده ال prefix وال suffix البداء واللحقة this this لما تبقى قبل كل ما بتديني opposite أو المضاد agree و يوافق لو جبت قبلها this di اس بقت العكس disagree يعترض أو لا يوافق كمان m im اما بتجي قبل اس او قبل نون او قبل adjective كل دون بتديني opposite المضاد politely بتركها مهزبة اضف im impolitely بتركها غير مهزبة هتكمل page 49 49 ern بتحول الناون لadjective الاسم الى صفة مثلا جلمة north لمعنى شمال لما اضف ern هتحول north northern شمال south south east شرك western 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 er هتحول الناون هنا الى اسم فاعل اللي هو يقوم بالفعل اللي هو البستاني او الجنين الى او او ان بتحول الناون suggest suggest يقترح اضف الى او ان بقى suggestion اقترح بعد نجد 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 اول حاجة عندي كلمة indoor او door دول الان اتنين adjective صفة يعني هيجي بعدهم نوان اسم معنوم داخلي او خريجي handball and volleyball are indoor sporters والهنا كرة اليد وكرة الطائرة تكون رياضات داخلية بتتلعب بالداخل فهنا adjective في صفة فيها جي بعدهم نوان اسم لكن لو دفتر اس وقت indoors او doors في الحال اللي بقت adverb بقت ظرف او حال بتيجي بعد الفعل football is played كرة القدم بتلعب قبلها فعله او doors خارجيا او بالخارج هنا adverb حال او ظرف جاي بعد الفعل i prefer to go somewhere انا اذهب الى مكان indoors يكون داخلي هتلاقي هنا جاي بعد الفربي go indoors بك كلمة open open بتيجي عبارة عن verb بمعنى يفتح طبعا او adjective يكون معناها مفتوح ويقول ارمان gordon opens at 9 a.m والحركة ارمان بتفتح هنا verb بفعل طبعا بتتكلم عن المعايش ثبتة والفعل مفرد من ضف الفلس الساعة 9 صباح شوف ارش ولي open المحلات بتكون مفتوحة طبعا هنا adjective صفة till 12 at night in summer بتفتح حوال الساعة 12 في politely play a computer game give an answer check wake that sounds like a great idea get married take a boat meet up agree with agree on بحظة ان agree لو قد بعدها with بيتطفك مع شخص في لكن agree on بيوفق على شيء reply to think about it go on a ferry on the river for lunch thank you for arrange to at an nearby shop page 55 صفة 55 تكلم على speaking مهارة التحد وسحاجات مهتغيلة في الديالوج المحص would you like to طبعا احنا عارفين لما يبدأ بفعل مساعد أو فعل الراقص بيكون معناه هل وبعدها التعبير اللي هنا subject الفاعل وبعدين الverb في infinite فالتابع على بعض would you like to هل تود an so add would you like to جاي بعدها infinitive meet up tomorrow تود نحن نتقابل عادا طبعا هنا لو انا مواف هقول ها عندي تعبير تعبير تاني بس عدم في الدعوة او suggestion الاقتراح اقول shall we shall we هل نجب بعدها الفيرب في infinite shall we go to the park then هل يمكن ان احنا نذهب الى الحديقة كل ده اقتراح لكن لو انا استخدمت how about او what about او لنجب بعدهم لانما نقوم اسم لما infinitive فعل هادف الانجب ازا مقول how about the museum what about the museum ماذا عن او ما رأيك في الذهاب الى المتحف طبعا هنا جاي بعدها ناون وممكن اقول هنا قبلها going to the museum ماذا عن الذهاب الى المتحف استخدمت بعدها فيرب اي انجي او استخدم why don't you و why don't we وفي الحال دي بعدها infinitive why don't you come to me my house لماذا لا تأتي الى منزلي ده اكتراح باكتراح عالي او it would be nice to سوف يكون لطيف it would be nice to play computer games هي يكون حاجة لطيفة انجي بعدها infinitive انجي تلعب العاب computer طيب لو انا موافق على الاكتراح دوا او على الدعوة دي انا that would be great طيب في حاجة عدم الموافقة disagreeing هاقول اي i'm not sure او اقول اي ازهب الى مكان في الداخل مش عايز اخرق طيب نستلم انا حاجة لما استلم ال preference اللي هي التفضيل طيب انا عندي بستلم الفاعل وبعدها التعبير would prefer to يجب بعد infinitive اي 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 افضل جاي بعدها infinitive هو ان اذهب الى مكان في الداخل لكن لو ما جاتش would في الحالة دي هيجي بعد infinitive ing الفعل وضف ing اي 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 انا افضل اي 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 اسم وابعد انتو وانتو اسم او اي 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 افضل انا العب كرة السلة عن كرة السلة لقينا بريفير جي بعدها verb ing و to verb ing اول he prefers t to coffee هنا جي بعدها نون و to و اسم و اسم بفضل الشاي وهو بيفضل الشاي عن القهوة وانتظروا ان شاء الله الحلقة الجاية هيكون حل لكل تدربات unit 1 من كتاب المعاصر والسلام عليكم كان معكم مصر الحسن